تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعى برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1443 للهجرة ورفع سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في برقيته إلى مقام جلالة الملك المفدى الكريم أسمى آيات التهاني والتبركات بهذه المناسبة سائلا المولى العلي القدير أن يحفظ جلالته ويعيد هذه المناسبة المباركة على جلالته عواما عديدة وهو ينعم بموفور الصحة والسعادة وعلى المملكة وأبنائها المحبين لجلالته وعلى الأمتين العربية والإسلامية بكل الخير واليمن والبركات ويرفع عن مملكة البحرين والبشرية جمعا جائحة فيروس كورونا ويصبغ على عباده نعمة الصحة والعافية وقد بعث حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى حفظه الله ورعى برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أعرب جلالته فيها عن خالص تقديره وعميق شكره لسموه سائلا الله سبحانه وتعالى يحفظ سموه ويديم عليه نعمة العافية ويعيد هذه المناسبة العزيزة بالخير والبركات على وطننا العزيز وعلى الأمتين العربية والإسلامية ويرفع عن البشرية جمعاء هذا الوباء ويصبغ على عباده نعمة الصحة